اشتركوا في القناة نحن حفاظنا على الماضي لعدم اندثاره وأما الحاضر الصيد بالطرق الجديدة موجودة في كل العالم لكن الصيد بالطريقة القديمة تكاد أنها انتهت تجربة للمغرب الأخوان الصيادين في المغرب عندهم طرق تختلف عن الطرق الذي معنا ولكن ننقل لهم الصورة وننقل لهم الطريقة ونعطيهم توصيات لكي تبقى استمرارية في الصيد للأجيال الغادمة لأن جميع المواد التي تستخدم في البحر اليوم تعتبر إذا تركت في البحر تعتبر مواد ضارة فالجميع يحرص على هذا الشيء وإذا كان عنده مخلفات من الشباك أو مخلفات من الأشياء يحاول أن يجمعها ويصل بها إلى البر ويكبها في أماكن المخصصة نحن المغاربة نحن أخوان أشقاء ثقافاتنا واحدة تراثنا واحد وعاداتنا وقيمنا واحدة وأخواننا وأعزاء فنحن كذلك نستفيد منهم وهم كذلك يطلعون على تراثنا يستفيدون نتعلم منهم حتى هناك مسمياتنا واحدة نحن في الإمارات نقول هذا الحركة نيرة وهم كذلك يقولون نيرة والسدو يعني مثلا هم يقولون نسيج نحن السدو يعني ففي أشياء كثيرة متقاربة بيننا وبينهم وثقافتنا واحدة ونحن أشقاء وثقافتنا مشتركة يعني والحمد لله هذا فضل الله تعالى لأن كلنا أخوان وأشقاء جناح دولة الإمارات في موسم طنطان يقدم مختلف الثقافات الموجودة سواء الثقافة البرية الصحراوية الجبلية الزراعية نسمع ورانا فن النهمة طبعا من الفنون اللي كانوا يقدمونها البحارة قبل أثناء السفرهم لمساعدتهم على تحمل المشاق أثناء السفر وأيضا تساعدهم على أداء المهنة بالطريقة السليمة وتحمل مشاقها هذه هي أشعار تراثية أشعار تراثية متوارثة كانوا يمارسونها الشواب اللي هم الناس الكبار في السن أثناء رحلات الغوص والسفر يعني كلها أشعار تراثية تم توثيق جزء كبير من هذه الهزيج الموجودة عندنا الفنون النهمة وفن العيالة والتغرود والقهوة حيث ممكن تم توثيق نعم 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 دائما أداء الفنون هذه خلال المهرجانات نبرز الثقافة دولة الإمارات المختلفة في سواء كانت بيئة بحرية جبلية زراعية أو برية ويدل هذا على التنوع الثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة هالدورة سبعتاش أولاً بعد مرور عشرين سنة من إحياء الموسم ديال طنطان من طرف صاحب الجالدة اللي ينصروا اللي قرر إحياء هاد الموسم بعد ما توقف سنوات سبعينات فوح ضروف خاصة فتم إحياؤه في 2004 وجات لونسكو في ذيك الوقت أولاً ما أسميته في اللائحة ديال التمتيلية ديال اليونسكو ديال توراة المددي الشفائي في 2005 وبعد ذلك قام استعمر الموسم إلى 2004 وقد أخذت المؤسسة المقار وهذه المؤسسة المقار تأسيت باش تحافظ على هاد التوراة لمادي الشفائي الحساني يعني هو بدأ كاين ظفر والولدات اللي بدأوا يكبروه مبقاوش محافظين على هادو لانهم مبقاوش كي يكبرو فيه فارطأت المؤسسة باش تحافظ على هذا الموروط وبدأنا نأخذ دايماً في ذيك الوقت إلى يومنا هذا وكل سنة نتضمنا موسم وجاء ضيوفز عما عدة بلدان وجاءوا من السنغال ومن موريطانيا ومن تونس ومن السعودية وعدنا شارك استراتيجي والأمارات العربية المتحدة اللي كنتشوفوا حاضرين دائماً معنا كي يجووا كيحضروا بقوة وهذا العام اللي كيتميز به غادي يكون واحد الملتقى ثقافي في موضوع الثقافة الحسنية أم مروا ما درناه أول مرة غادي يكون وغادي يجوع خوبرة من عدة بلدان إفريقية باش يحضروا فيه ويتحاوروا فيه وخرجوا بشي نتائج انشاء الله إلا جاين المعلوم هاداك الملتقى الاقتصالي اللي كيكون كل سنة وغادي يكون الكارنفال كما بحلي كان في سنوات الماضية وغادي تكون أنشطة ثقافية ورياضية وغادي تكون تعرفوا بأنه بادي المؤسسة كالدعم تقريباً ما ينايز واحد ستين جمعية ثقافية ورياضية ووافقة هنا في طنطان وغادي يكونوا مباراة رشدو ديال صباق الهاجان وصباق الطبوريضاء وعادي يكونوا هذه الحافلات الفنية بالليل في الوطياء هنا في طنطان وغادي نختموه إن شاء الله يوم الأحد بالخيمة الشعر ديال الشعر أحسين الكارنفال و mudحكوه مجرد جزاء وغادي ولقناة وغادي 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 ترجمة نانسي قنقر